تقوى الله و مراقبة الله و خوف الله شيء في باطن الإنسان إذا اصطلحت سريرتك أصلح الله جل وعلا على نيتك في سورة الطلاق يكرر الله عز وجل أكثر من مرة و من يتق الله يجعل له إيش إذن معناه أن كل مصيبة تلم بك اعرض ملفها على الله و كل كارثة عندك اعرض ملفها قبل ما تعرضها على الأطباء و تعرضها على القضاء و تعرضها على المحاكم اعرضها على الله الله عز وجل إذا اتقيته تذكرته خل الذنوب صغيرها و كبيرها ذاك التقى و احذر كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى صلاح السريرة من الداخل يحميك من عشرات الهموم و الغموم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم تخيل الموقف معه صاحبه في الغار ينظر أعلى منه فيرى الأعداء و ينظر عن ميمنته فيقول لأبي بكر يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالث أو ما إذا استشعرت أن الله معك صلحت سريرتك و صارت عظمة الله في قلبك ليس مثلها عظمة لأن الله جل وعلا جعل لنا من تقواه فرجا و مخرجا من أمورنا و لذلك تجد الذي لا يتقي الله يغتاب و ينم و يسب و يشتم لأن الرقيب على سريرتك هو الله من يعلم الآن ما في قلبك إذا استلحت في بيتك أليس هذا دليل أنك سوف تستلح مع المجتمع و الذي يفسد في بيته هل رأيتم واحد استلح في العمل و في بيته من أفسد الفاسدين بركة البيت بركة لخارج البيت فإذا حلت البركة في صلاح السريرة من الداخل مستحيل ترى خائن و لا ترى كذاب لأن الله سبحانه وتعالى يقول إِنْ تَتَّقُوا اللَّهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا فإِنْتَ إِذَا اتَّقَيْتَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ حَلَّتْ عَظَمَةُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى فِي مَاذَا؟ في قلبك